أكد المندوب الصيني لدى محكمة العدل الدولية أن قرارات الأمم المتحدة تؤكد شرعية مقاومة الشعوب للاحتلال الأجنبية وخلال جلسة استماعا للمحكمة بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أضاف المندوب الصيني أن مقاومة الاحتلال تختلف عن الإرهاب لأنها تستهدف تحرير الأرض وتقرير المصير إن الكفاح المسلح في هذا الصراع يختلف عن الإرهاب والأوجه الإرهابية لأن الكفاح المسلح في هذا الصياق مسموح فيه حسب القنان القانون الدولي والمواثيق الدولية والماد الثلاثة من الوثيقة الخاصة في هذا الموضوع موضوع مكافحة الإرهاب وتم تأكيدها عام تسعة وتسعين وأريد أن أكتبس هنا بأن النضال الذي تخوضه الشعب وفق مبادئ القانون الدولي لتحرير أراضيهم ولتقرير المصير لهم الحق في استخدام الكفاح المسلح وأما المستعمر والاحتلال والعدوان من قبل القوات الأجنبية لا يمكن أن يعتبر الكفاح ضد عمل إرهابي